أصبح سكان نيويورك يرون الجمال الحقيقي لسنترال بارك ويقدرونه أكثر بعد تفشي وباء كوفيد 19 في الولايات المتحدة إذ أتيح المجال أمام الباحثين عن الهدوء والعصافير المزقزقة للتنقل بحرية في هذا المتنزه الذي هجره السياح وعربات الجياد عادة ما يكون المتنزه نيويوركي الشهير هذا مقتضا في هذا الوقت من العام حيث يأتي الناس من أنحاء العالم للتمتع بأشعة الشمس وتفتح البراعم ووصول الطيور المهاجرة ويزور أكثر من أربعين مليون شخص سنترال بارك كل عام معما يرافق ذلك من نشاطات تجارية مختلفة وبائع الكعك المملح إلى عازفي الشوارع والدراجات التاكسي وممارسي الألعاب البهلوانية